نبدأ الصحف اليوم من الأخبار ومقال مهم جدا كتبته راحيل دندش عن الكورونا في لبنان تقول في عنوانه الكورونا على الأبواب لبنان يستقبل قادمين من الصين بلا حجر صحي تقول راحيل دندش رغم أن لبنان امتلك أخيرا فحص البي سي آر تاست الذي يشخص الإصابة بمرض كورونا المستجد أو كوفيد 19 غير أن التشخيص المبكر في هذه الحالة على أهميته لا يكفي لأنه لا يمنع انتشار مرض شديد العدوى كورونا فالخطير في الأمر أن الصينيين أو اللبنانيين وغيرهم من القادمين من الصين ما زالوا يدخلون إلى لبنان دون إجراءات احترازية تتمثل في الحجر الصحي في فترة حضانة المرض للتأكد من سلامتهم في الأسبوعين الماضيين دخل 200 شخص إلى لبنان آتين من الصين صينيون وغيرهم من دون اتخاذ تدابير الحجر الصحي عليهم وهو ما يشكل بحسب بر أكبر خطر على لبنان خصوصا أن هؤلاء ربما يكونون في فترة حضانة المرض التي تمتد يومين إلى 14 يوم يحدث ذلك فيما الفحوصات التي تجرى في المطار للقادمين لا تكفي وأكثر من ذلك فأن فحص الكورونا تظهر نتائجه السلبية في فترة الحضانة هذا يعني أن الفيروس التاجي الفتاك بات على أبوابنا في بلد يعد من الدول ذات النظم الصحية الضعيفة من جهة أخرى رفعت وزارة الصحة العامة توصية إلى مجلس الوزراء ووزارة الخارجية تطالب فيها بعدم استقبال قادمين من الصين قبل الحجر عليهم لفترة 14 يوم في بلاد أخرى لديها تهجيزات اللازمة للتعامل مع حالة طبية مماثلة أو ضرورة الإسراع في تجهيز مبنى أو فندق في لبنان يخصص للحجر الصحي للمشتبه في إصابتهم بالمرض مجهز بحراسة عسكرية إلى حين انتهاء فترة الحضانة لكن إلى الآن لا جواب على التوصية تؤكد بردي إلى الجمهورية وفي معشات الجمهورية كتبت حسب معلومات الجمهورية أن باسيل طلب أمس من السفيرة الأمريكية أن تقوم بلادها بتطبيق القانون الأمريكي الخاص بملاحقة الفساد المالي خارج الحدود الأمريكية على أن يشمل ذلك لبنان لكشف الحقائق المتصلة بعمليات تهريب أو نقل أموال من لبنان إلى الخارج لمعرفة مدى قانونيتها أو مخالفتها للقوانين ولوحظ أن زيارة ريتشارد لباسيل جاءت قبل أن تجتمع مع أي وزير في الحكومة الجديدة وفيما تم الاجتماع في ظل حضور حجد أعلامي كان واضحا أنها تقصدت أن تعقده مع باسيل في مقر التيار الوطني الحر في سانتر ميرنا الشالوحي في سن الفيل كتب أيضا توني عيسى في الجمهورية الفرنسيون على الأبواب وتنتظرهم أربع مهمات يعتقد الدبلوماسيون الذين يتابعون تطور المأزق الداخلي أن هناك فرصة لدخول الفرنسيين على الخط لا الانتزاع أي دور تطلع به القوى الناشطة حاليا أو ذات النفوذ في لبنان لا سيما منها الولايات المتحدة بل لمؤكبة الحراك الجاري نحو التسوية فباريس يمكن أن تكون ضمانا للحال وعاملا مساعدا لإمراره بأقل ما يمكن من إشكالات خصوصا أنها تنسق الخطوات مع سائر القوى الدولية وأن المعنيين في لبنان استسلموا ولو شكلا لضرورات الإصلاح وبالحد الأدنى بعدما ماطلوا طويلا في الاستجابة للدعوات الفرنسية منذ ما قبل مؤتمر سادر يتردد في بعض الأوساط أن هناك أربع مهمات ستطرح نفسها بإلحاح في المرحلة المقبلة التي تفرض حوارا لبنانيا لبنانيا جريئا ومعمقا بضمان دولي يحظى بثقة جامعة إذ لا يمكن البناء على أي حل المأزق القائم بوجوهه المالية والنقدية والاقتصادية والسياسية من دون إجماع وطني ويمكن فرنسا أن تؤدي دورا في جمع اللبنانيين على طاولة حوار تعقد إما في بيروت وإما في فرنسا على غيرار حوار سان كلوس 2007 والمهماتية أولا النقاش حول الخلل في الدستور المنبثق من اتفاق الطائف وتصحيحه إعادة هيكلة القطاع المصرفي إعادة هيكلة الواقع النقدي لمصرف لبنان إعادة هيكلة النظام القضائي إلى صحيفة اللواء ومنشات اللواء كتبت كان قد تردد في أروقة القصر الجمهوري أن حق التفاوض مع الجهات الخارجية حول أي اتفاقات أو معاهدات حتى المالية والنقدية منها هي من صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا للمادة 52 من الدستور ويبرمها مجلس النواب في حال التوصل إليها في إشارة إلى التفاوض مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أو سواهما من هيئات دولية بشأن معالجة الوضع المالي والنقدي للبنان تبين بحسب معلومات اللواء أن الأمر لا يعد كون الرئيس عون فوض الرئيس حسان دياب التفاوض مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي المفترض أن يزور لبنان خلال أيام قليلة إضافة إلى الخبراء الموجودين أصلا في مكتب الصندوق في بيروت من أجل الاستماع إلى نصائحهم وأفكارهم ومقترحاتهم حول الخيارات الممكنة لمعالجة مسألات الاستحقاقات المالية ودرس عكاسات كل خيار على لبنان على أن يقرر مجلس الوزراء الوجهة المناسبة مصادر مواكبة للاجتماع المالي أمس كشفت لللواء عن مسار النقاشات التي دارت خلاله حول القرار الواجب أن تتخذه الحكومة في خصوص استحقاق سندات اليوروبونت في آذار المقبل وقال أن المجتمعين انقسموا إلى فريقين الأول يضم رئيسي الجمهورية والحكومة وأكثرية الحاضرين يدعو إلى عدم دفع هذا الاستحقاق والفريق الثاني يضم حاكم مصرف لبنان المركزي جمعية المصارف من المؤيدين للدفع في التاريخ المحدد لأنه أقل ضررا من عدم الدفع وأشارت إلى أن مجمل المداولات كانت تميل إلى عدم الدفع وفي النتيجة لم يتخذ قرار نهائي بهذا الخصوص في انتظار مزيد من التشاور حوله لأن المصادر اعتبرت أن الوقت أصبح داهما ولم يعد يعمل لصالح عدم الدفع كون مثل هذا الخيار لا يمكن اتخذه حاليا لأنه يتطلب أعدادا قبل موعد الاستحقاق بأشهر بالتزامن مع وضع آلية تنظم العملية من أولها إلى يائها إلى النهار التي كتبت في المنشات سعد الحريري نهاية التسوية مسار قد يجد تفسيرا في الكلمة اليوم إلى طرح مجموعة تساؤلات وشكوك عن النهج الحاكم الأمر الذي سيضع الخطاب الرئيس الحريري اليوم في موقع مفصلي يعتبره المطالعون بمثابة إعلان رسمي لنهاية التسوية الرئاسية من جهة ورسم خط الانفصال النهائي بين ركنيها العوني والحريري بعدما شكلت تطورات الأشهر السابقة انهيارا غير معلن أيضا بين العهد والقوات اللبنانية التي كانت بدورها ركزة ثالثة أساسية في تلك التسوية من جهة أخرى وإذا كان انهيار التسوية وخروج كل قوى 14 أذار السابقة من السلطة والحكومة قد أفسح لرهانات متجددة على إعادة لملمة هذه القوى في إطار متجدد فأن الواقع السياسي لا يبدو لمصلحة هذه الرهانات بعدما شابت العلاقات بين أفريقاء التحالف القديم غيوم ملبدة لم تبدت بعد لكن الذكرى ستشهد تمثيلا لكل من القوى تقريبا باستثناء التيار الوطني الحرح حزب الله بطبيعة الحال كما سيغيب ممثل رئاسة الجمهورية باعتبار أن المستقبل استثناء الأفريقاء الثلاثة من الدعوات وكانت لافتة الزيارة التي قام بها السفير السعودي في لبنان وليد البخاري مساء أمس لبيت الوسط ولقاؤه الرئيس الحريري عشيات 14 شباط الختام مع الرأي الكواتية التي كتبت في موازات جغرافيا الذكرى ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري فإن الأنظار تتجه إلى مسألتين بالغتين الأهمية الأولى طبيعة الحضور الحزبي والسياسي لسيما على صعيد القوى المسيحية تحديدا القوات اللبنانية في ظل وجود الحريري للمرة الأولى في منطقة غير مألوفة بدى فيها وكأنه يفتقد الجناح المسيحي لمسيرته العابرة للطوائف وهو ما تظهر بشكله الأكثر نفورا في المرحلة التي أفضت لانسحابه للطراري من السباق إلى رئاسة الحكومة عشية تكليف الدياب وسط معلومات عن أن وفدا كبيرا من القوات سيحضر دون أن تحسن مشاركة الدكتور سمير جعجع التي غالبا ما لا يكشف عنها مسبقا لأسباب أمنية المسألة الثانية بحسب الرأي الكويتية كلمة الحريري التي بات محسوما أنها ستكرس الطلاق مع عهد عون وفريقه عبر مواقف عالية السقف تعكس تراجع زعيم المستقبل لمقاعد ما قبل تسوية 2016 وتنطوي على مراجعة للأعوام الثلاثة الماضية وما تكبدها خلالها من خسائر سياسية وشعبية كبيرة داخليا كما في مكانته عربيا وخالجيا عبر نجاح خصومه باستثمار الأخطاء التي رافقت إدارة التسوية كما ضرورات التحصن بإزاء ركوب المخاطرة الكبرى التي شكلها وجوده في تركيبة يقف فيها على أرضية تعاون إلى يمينه وحزب الله إلى يساره ترى هذه الأوساط أنه رغم الحضور الحزبي لكل مكونات ما يعرف بتحالف 14 أذار خصوصا أيضا الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يقوده وليد جملاط إلا أن ذلك لا يعكس اتجاها لإحياء هذا الإطار السياسي جبهويا في ظل الحسابات التي قد لا تكون متطابقة حيال التصويب على العهد من ضمن محاولة الدفع نحو تغييره بهذا نأتي إلى ختم جولتنا على الصحف فاصل أعلاني نتابع بعده الحدث مع ندسي اشتركوا في القناة